اشتركوا في القناة بس السؤال بقى هل الكاميرا اللي انا مركبها عندي ان كان في محل او في اي منشأة تجارية او حتى في الشارع عند بيتنا او انا تليفون كاميرا تليفوني لو انا موجودة في مكان متاح ان انا اصرب من خلالها مقاطع فيديو لحوادث بتحصل قدامي بالصدفة عشان انشرة على السوشال ميديا هل لو عندي مشكلة في مكان ما ينفع طلع كاميرا الموبايل وابدأ ان انا اقطاحم خصوصية المكان اللي انا موجودة فيه هل انا وانا ماشية في الشارع لو لقيت مشكلة بين طرفين ينفع اصلا اص صورهم من غير ما هم ما يعرفوا اسئلة كتير جدا متعلقة باخلاقيات النشر وتسريب الفيديوهات على كل مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقة خلينا نعرف هل ده امر عادي هل منطقي ان حادثة انتحار تتصرب على مواقع التواصل الاجتماعي فطبعا تسبب اذى نفسي لأسرة المنتحر الحقيقة في اسئلة كتير جدا مواقف كتير جدا جدا ما بقناش عارفين ده صح ولا غلط خلينا نعرف كل اجابات هذه الاسئلة من دكتورة نرميل الازرق الاستاذ بكلية الاعلام جماعة القاهرة صباح الخير على حضرك دكتور واهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضرككم مع السادة المشاهد طيب فيه سؤال مهم جدا ما فيش مكان دلوقتي ما بقاش فيه كاميرا ولو فيه بكامة فيه وش كاميرا كلنا معنا تليفونات فيها كاميرا وبنقدر نصور وبنطلع تليفوننا وبنصور على طول امتى اقدر اقول ان انا اقدر اصور موقف في الشارع واصربه وامتى لو صاحب محل او صاحب مكان عنده كاميرا يقدر بالفعل يستخدم الفيديوهات اللي موجودة عنده يعني خليعرف من حدك ضوابط استخدام الفيديوهات دي طيب انا يعني بس الاول هوضح نقطة علشان تبقى واضحة امام الجميع يعني هو احنا لضبط اي عملية من عمليات التواصل والاعلام احنا بنمشي على مصارين بارلل اللي هم القوانين والاخلاقيات بالضبط مصارين متوازين القوانين والاخلاقيات عزيم فاحنا الحقيقة اللي حضرتكم اشرته اليه اللي هو الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وتسريب المعلومات الشخصية او البيانات الشخصية ده كله وفقا للقانون وللقواعد الاخلاقية هو مرفوض يعني قانونا وعلى الجانب الاخر في القواعد الاخلاقية فده كده وكده المفروض انه مرفوض لكن في حالات بنقدر نسمح بيها نقول لا هنا ممكن انه انا اصور حاجة يعني في حدود معين وفي حالات تانية اقول لا لا يمكن مية في المية غلطان اجرم قانونا واخطأ من وجهة النظر الاخلاقي تمام عايزين بقى نميز بين ما هو يتبع الحياة الخاصة وما هو لا يعتبر حياة خاصة صح لانه الحقيقة بقى فيه خلط كده هي الحياة الخاصة اللي هي ايه طيب الحياة الخاصة وحرمة الاعتداء على الحياة الخاصة ده مصام وفقا للقانون وفي كل القواعد الاخلاقية اللي في العالم ايه هي الحياة الخاصة الحياة الخاصة هو ما يدور داخل الاربع حطان ما يدور داخل المسكن ما يدور داخل المنزل اللي بيعيش فيه الإنسان مش من حق أحد أنه يحط هادن كاميرات مخصية ويصور ويقول لك أصدى شخص مهم لا يعني أي حاجة تدور داخل المنزل داخل هذا المكان اللي بيرتاح فيه الإنسان ويبقى على حريته ده يتعارض مع حرمة الحياة الخاصة طب على باب المنزل لا على باب المنزل وحضرتك في الشارع لا لا وحضرتك في الشارع لا ماشي احنا بنسأل عن تفاصيل الناس فعلا بتتكلم فيها قدام باب الشقة حقيقي قدام باب الشقة وحضرتك عندك جيران موجودين أو فيلا خاصة أو ساكن خاص أكيد في جيران في فرق جيران دور مثلا نفن فيه 3-4 شقعة مثلا وانا حاطت قدام باب الشقة عندي كاميرا عشان لو حصل حاجة حدثة سرقة أو حاجة أرجع للكاميرا مرجع لها لو حصل حدثة سرقة إنما غير كده المفروض ان أنا في حدود كده مقدرش أتخطاها وعلى فكرة اللي حضرتك بتسأل فيه ده مهم ده صار جدل عليه كبير جدا هل يعني شوف حديك بقى التدقيق قد إيه هل أصور حد لأنه طلع إلى شرفة منزله ولا لأ يعني شوف بقى قد إيه بيتكلموا الإعلاميين حول العالم يعني أثير مرة كنا في ديبيت كبيرة على هذا الموضوع طب ما أنا جوه المنزل لأ بس إحنا ارتضينا إن إحنا نطلع خارج الحدود اللي محدش هيشوفنا فيه فما بقيتش خصوصية فما بقيتش خصوصية يعني لو أنا في البلكونة بتاعتي أو في الشباك مش خصوصية مش خصوصية على فكرة مش خصوصية لإن حضرتك ارتضيت اللي معدي في الشارع يشوفك فهل هتنسى ترمي الناس بقى بحاجة بس أنا برضو يعني في حدود بيتي يعني أنا إن كانت بلكونة أو جنينة أو سطح أي مكان أنا برضو ما زلت داخل حدود بيتي فإزاي دي مش خصوصية هقول للحضرتك داخل حدود البيت تفعلي كل اللي تقدري تعمليه لنفسك لحضرتك لأولادك لأخواتك للأهل داخل المنزل لكن طالما بتتصرفي في حاجة للعامة يعني أنا مثلا طالع من البلكونة بتخانق مع حد في الشارع لأ أنا كده خلاص أنا قفلت سطارة الحياة الخاصة أنا بدأت أتعاين لأ طرع البلكونة أنشره دوم لأ تنشر حياة خاصة طرع البلكونة أأكل حيوانا أنا مربيا عصور ولا لأ دي حياة خاصة حضرتك مدال ما تتكلم فيه لكن اتخانقت ده خاصة تانية أكيد الناس هابدوست دي حياة خاصة وبالمناسبة كل الملفات السرية دي حياة خاصة يعني كل الملفات المحفوظة على الكمبيوتر مثلا أنا حطي على الديسكتوب فايل كده مثلا وحطي فيه مش عالف نتايجي في المدرسة وأنا صغير تمام شهاداتي محدش بقى يلي جنبه ويقولك أصل الدكتور ولا الوزير ولا كذا حطينه على الديسكتوب في الكمبيوتر فيبقى ممكن حد لا الملفات والأوراق السرية تظل سرية ما لم تطلب لحاجة مهمة اللي احنا بنقول عليها مصالح المواطنين ومصالح المجتمع طيب قضحتي إن الحياة الخاصة بتكون داخل الشقة أول ما خرجنا من باب الشقة فكده ما بقيتش حياة خاصة أو فتحت الشباك وقفت فيه والبلكونة فكده ما بقيتش حياة خاصة لا لا ثانية ثانية لا فيما يترون تعلموا فيه ما هذا داخل يعني تمام مصبوط عشان أكد دي هقولك لين إنه فيه ناس وقت حصلت حدثة لما سفاك كان فيه حدثة ست طلعت برا البلكونة بتاعتها في الناس قالت انقسمت ما بين دي حياة شخصية ولا مش شخصية بحسب كلام الدكتورة هي غير شخصية لكن تصرف غير أخلاق بالضبط هي غير شخصية لأنه أنا ارتضيت إنه العام ما يشوفوني أنا ارتضيت إنه العام ما يشوفوني فأنا طالع بقى أضرب طالع أقول ألفاظ غير لقيقة طالع أعمل إيه ده أنا ارتضيت إن الناس تشوفني بي فإذا أنا خلاص هنا خرقت قفلت استارة الحياة الخاصة وخرقت أمام الجميع وأنا ارتضيت إن الناس تشوفني ماشي دكتور عشان حتة دي فعلا الناس ما بتفهمهاش وبتسيق فهمها واستخدامها أنا خرقت أنا ارتضيت أنا لابسة حاجة معينة وخرقت للشارع أنا شايفة من وجهة نظري إنها لائقة أو تناسبني تمام إن كان في البلكونة أو إن كان زي ما قلت لحضرية طلعت على سطح أو ما إلى ذلك في شخص آخر شايف إنها لا تناسب أخلاقياته لا تناسب قيمه هل ده معناه إن أنا دي ما بقتش حرية شخصية فمن حق يصورني ولا لسه ما زلنا إنها حرية شخصية ومش من حق يصورني وإن أنا برضو في داخل حدود منزلي طيب أنا يعني هقول على حاجة بس عشان برضو ده لابس حاصل عند البعض هو أنا لما بصور بصور لي لو أنا بصور علشان عايز عندي شعور بالمسؤولية الاجتماعية وعايز أحقق قيم معينة فعايز أحافظ عليها فلاقيت اتنين بيدربوا بعض ولنفرد في الحالات دي أنا بصور عشان أبعد العنف عن المجتمع أقلل منه أوصق بالضبط وأقول إنه يا جماعة ليه للعنف ليه أضرب طفل واحد يرمي حد من البلكونة وبيحصل يعني ناس للأسف يعني فالفكرة هنا مش شخصية فأنا المفروض لما أصور حاجة زي دي عشان أوصق حدثة بتحصل عشان أمنع حدوثها تاني في المجتمع حفظا على مجتمعي ما جيبش الفرد بكامل وجهه إحنا بنعمل دايما تشويش كده على مسلس الرؤية اللي بيعرف الشخص اللي هو بنعمل بليرين كده على العين على العينين أو على المسلس ده بحيث أنه ما يبقاش الفرد بنفسه هو اللي موجود إحنا الغرض هنا مش الفرد الغرض الحفاظ على القيمة أو الحفاظ على مبدأ معين الغرض نهي الموقف بالزبط فإذا أنا ما صورش وإيه أدي لنفسي فرصة أن أنا أعمل جريمة تانية اللي هي إيه اللي هي أن أنا بعتدي على حاجة بنسميها الكرامة الإنسانية مش الحياة الخاصة اللي هتبقى على الكرامة الإنسانية كمان الكرامة الإنسانية بقى هنا في حاجة اسمها الهيومن ديجنيتي الكرامة الإنسانية وده مبدأ في الأخلاقيات بيحترم وبيتم الحفاظ عليه من كافة القواعد القانونية والموافق الشرف المانية في كافة أنحاء العالم الكرامة الإنسانية من ضمنها أننا مش عشان أوسق حدثة أننا أضرر بيك طول عمرك يعني أنه تفضل حضرتك في ضرر متلاحق بسبب الصورة دي صحيح زي حوادث الانتحار لو أنا مسكت حد بينتحر وصورته للأسف وده بيحصل أحيانا الصورة دي بتظل وصمة أو بتسيء حتى للمشاعر بتاعة الأسرة والأهل والأقارب والمحبين وبالتالي صور مؤلمة وفيديوهات مؤلمة حتى إحنا كلها بيستغرب إزاي ناس بيجي لها قلب إن هي تشاير حاجة زي دي أو تنشوف حاجة زي دي يعني لو أنا حاطت مثلا كاميرا قدام المحل بتاعي في الشارع ده أمان ده ما فيش في حاجة لو أنا شفت حادثة بهذا الشكل إزاي أقدر أصرب حاجة زي دي إيه العقوبة لا ما هو فيه عقوبات طبعا أنا هقول للحضرتك إحنا عندنا قوانين في مصر حديثة عندنا قانون رقم 180 لسنة 2018 وقانون تاني ده لضبط الصحافة والإعلام وقانون تاني اللي هو رقم 175 ده اللي الناس مش وغدة بالها منه قانون رقم 175 لسنة 2018 برضو القانون ده لمكافحة جرائم تقنية المعلومات واللي من ضمنها المستخدمين مش بس البروفيشنالز يعني إحنا ما بقناش بس من صلة الضوء في الجرائم على حضراتكم معستادة الإعلاميين البروفيشنالز لا ده إحنا خلاص اليوزرز اللي هم دول دخلوا في المعادلة بتاعت العملية الاتصالية ممكن يقع عليهم عقوبة وفي مادة المادة 25 بالمناسبة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي ضد الحياة الخاصة الاعتداء على الحياة الخاصة وبالعكس بتجرم بغرامة أو بالحبس الاعتداء على الحياة الخاصة وبالتالي أنا عندي قانون بس أنا دايما بقول إيه إنه إحنا بنلجأ للقانون لما الجريمة تم إذن بالتالي فيه تبعات وأضرار حصلت فإحنا بقول إيه إن إحنا نبدأ بتنظيم قواعد أخلاقية ثابتة يعلن بها الجميع على موقع التواصل الاجتماعي وعلى يعني كافة المواقع بحيث إنه من البداية ما يرتكبوش ده لأنه وانس حصل هعاقب مين هعاقب اللي فعل الفعل سواء من البروفيشنلز القائمين بالاتصال أو من المستخدمين لكن الأضرار حصلت إنه حد تجرح بنسميها الاعتداء على الاعتبار هو حس إنه تم التشهير به أو إنه تحط في موقف غلط أو كذا فإذن الأضرار حصلت أسرته تدررت لأنه أحيانا الشخص بيبقى معروف وبالتالي أسرته بتعرف إن ده ابني ده أخويا ده كذا فلكن إحنا من البداية بقى نضبط الجوانب الأخلاقية وعلشان كده ضروري الناس تعرف يعني إيه حياة خاصة ولو أنا عايز أثبت قيمة أو مبدأ يبقى حصور علشان أنا علي مسئولية اجتماعية تجاه مجتمعي مش عايز الأطفال أو المرأة أو حد يتم ضربه أو مثلا تعذيبه أو كذا لكن مع احترام حدود معينة إن أنا أقدر أتصرف في العينين أو في مسلس الرؤية الشهير بالنسبة لأي إنسان اللي لو أنا شوشت عليه كده شوية الإنسان ده ممكن ما يتعرفش لأنه المسألة مش فردية طيب لو حصل وبالفعل تم نشر فيديوهات على السوشيال ميديا فيه دلوقتي تقنيات كتير جدا فيها تزييف وفيها إنه ممكن تحط ناس تحط شكل أشخاص تانية وشوفنا وجربناها بالفعل يعني حتى بقت موجودة على أبليكيشنز على الموبايل مش صعبة حتى ولا محتاجة أنه يبقى حد يعني متخصص هل فيه طريقة أو حاجة نقدر نعرف بيها إن كان الفيديو ده متفابرك أو حقيقي؟ أه طبعا ده يعني إحنا دلوقتي بنتعامل مع الميديا وفيه حاجة بقت جوه المعادلة حاجة اسمها الارتفيشيال انتاليجنز فالذكاء الاصطناعي إحنا دلوقتي المفروض إنه كل واحد يبقى عارف إنه فيه حاجة اسمها حتى بيسموه التزييف العميق التزييف العميق ده إن أنا أقدر خلاص أصور لحضرتك إنه كل ده حصل بالفعل وتعيشي إنه الحالة دي ولا الحادثة دي حصلت فلازم أنا أبقى واعي أنا مين؟ أنا سواء إعلامي محترف طبعا لأنه ده وظيفتي أو سواء من المستخدمين بقى اللي بيستخدموا السوشيال ميديا لأنه المستخدم دلوقتي هو ما عادش بيوصل المعلومة للإعلامي والإعلامي بيحطها أو بيانشورها لا ده بيتوصل مباشرة يعني بيحط الحاجة على الفيسبوك بيحطها على تويتر بيحط الفيديو عنده بقى فالوورز عنده قد كده ناس بتشوفه فخلاص هو انتقل المعلومة دي أو الحاجة بقى هو المصدر واستخدم الوسيلة وراح على طول خلاص لتمنمية من المتابعين التمنمية دول لو كل واحد منهم بيتابعوا تمنمية أو ستمية زيهم إحنا في يوم هنكون وصلنا لأرقام مهولة يعني تكتص لـ 200 ألف و 500 ألف بعملية حسابية بسيطة فإذن إحنا لازم يبقى فيه وعي المزيف أرجع أشوف وأعمل يعني الحاجات اللي إحنا بنسميها التحقيق والتدقيق حظي إذن القانون بيجرم ده وأخلاقيا حتى يعني دي مش أخلاقنا يعني أخلاقيا لازم فعلا نلتزم بحاجة زيدي زي ما دكتورة قالت نحن نحترم الحياة الخاصة للناس ونحترم كمان كرامة الناس دكتورة نرمين الأزرق أستاذ كلية الأعلام بجامعة القاهرة شكرا جزيلا لك فضي شكرا جزيلا لك